اهلا بكم طفت بعد الغزو الامريكي للعراق في العام 2003 العديد من الظواهر المجتمعية الشابة ومن بين اخطر هذه الظواهر هي النزاعات العشائرية المسلحة التي تفاقمت نتيجة الفوضى العارمة وانتشار السلاح خارج اطر الدولة وفشل الحكومات المتعاقبة في وضع حد لها او لجمها في ظل غياب تطبيق القوانين وزيارة نفوذ العشيرة ما ينذر بمزيد من التردي للامن وتهديد السلم المجتمعي وغياب القوة القانونية الرادعة لهذه الظاهرة المتفاقمة تفاقم ظاهرة النزاعات العشائرية وغياب القوانين الرادعة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية كيف تفاقم ظاهرة النزاعات العشائرية بعد العام 2003 حتى صارت تهدد الامن والسلم المجتمعي؟ وما هو دور تغول الميليشيات الطائفية وانفلات السلاحها في مفاقمة هذه الظاهرة وخروجها عن الاحتواء والسيطرة؟ وهل فعلاً ثمت استثمار وتوظيف سياسي لهذه الظاهرة وعرقلت أي جهد أمني لإيقافها أو الحد منها تحت طائرة القانون؟ وهل أصبحت الأعراف العشائرية هي البديل عن القضاء وسلطة الدولة ما فتح الباب أمام هذه العشائر لحل مشاكلها عبر المواجهات المسلحة؟ وهل هناك تضخيم إعلامي مقصود لتشويه تاريخي وسمعة العشائر العراقية ودورها الإيجابي في المجتمع كما يقول البعض ضيف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني الشيخ حازم أوحزام الجوراني لا يتوقف خطر ميليشيات الحشد عند رهن العراق كاملاً بيد المشروع الإيراني بل يتعداه إلى تمزيق نسيجه الاجتماعي وإثارة النزاعات العشائرية فيه عبر إغراق المجتمع بالسلاح والقضاء على أي شكل من أشكال الدولة أكثر من سبعة ملايين قطعة سلاح متنوع بين الخفيف والمتوسط والثقيل موجودة لدى العشائر كيف وصلت إلى أيدي أبنائها ومن المسؤول كل هذه الأسئلة يملك جوابها ويسأل عنه كل من ساهم بتأسيس الميليشيات وإطلاق يدها في العراق من المعلوم أن عناصر ميليشيات الحشد ينضون في تركيبة مجتمعية عشائرية وبحكم امتلاكهم لمختلف أنواع الأسلحة وضعوها تحت تصرف العشائر التي ينتمون إليها فقويت شوكة العشيرة وأثيرت العصبية لها وهذا برأي باحثين أشد خطرا على المجتمع حتى من الميليشيات نفسها ونزع سلاحها أصعب من نزع الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الثانية في البصر وحدها تمتلك العشائر أسلحة تعادل ترسانة فرقتين عسكريتين كبيرتين كما أكد مصدر أمني وهذا الأمر ينطبق على باقي المحافظات وخصوصا في الجنوب حيث أصبح النزاع العشائري حدثا يوميا تقف الأجهزة الأمنية عاجزة أمامه وما ساعد في تقوية سلطة العشيرة أيضا هم زعماء الكتل السياسية الذين سهلوا امتلاكها للسلاح مقابل نيل أصواتها في الانتخابات امتلاك أفراد الدولة للسلاح بشكل عشوائي وكبير علامة واضحة على أصولها إلى حافة الانهيار وينذر بنتائج كارثية على مستوى ارتفاع الجرائم وتفشي النزاعات الدموية ولا يزال مثال رواندا حاضرا وشاهدا على ذلك كما أن أي حكومة وطنية قادمة تريد بسط سيادة الدولة ستحتاج سنوات وفاتورة باهظة لإنهاء هذا الملف المعقد أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستفحث في تفاقم ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة في العراق ودور السلاح المنفلت في مفاقمة هذه الظاهرة ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب البحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق وسيكون أيضا معنا عبر الهاتف من محافرة البصرة الشيخ إحزام الناصر القبح الشيخ عام قبيلة الجوراني مرحبا بالضيوف الكرام جميعا نبدأ مع الشيخ إحزام الجوراني أهلا وسهلا شيخ في البصرة الشيخ النزاعات العشائرية المسلحة تفاقمت وازدادت بعد العام 2003 بسبب انهيار الوضع الأمني الغاء المؤسسات العسكرية والأمنية في العراق أنتم كشيوخ عشائر كيف تنظرون إلى هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم والهدوء المجتمعي أهلا وسهلا حياكم الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا وضيوفك الأعزاء أهلا وسهلا شكرا جزيلا حقيقة حقيقة تفاقم هذا الوضع هي أساس شرارة في بعض الأحيان يصير يقتر رجل أو على مصالح شخصية هذا تجر تجر هذه القبيلة من تعلق من صاحب الشعن لصاحب الولي الدم وأما الشيخ الرجل والدير فما يصح باليد على هذا الحكي ولا عنده صراحية بأنه يغلق هذا بأنه إذا ارتكى أو تجاوز على هذا الشخص بهم كتاب ينضح هذا وليس طبعا شي سوى الشيخ ما عنده أي صراحية بأن يكون طاحل فعلا بعدين أنت ذكرت أنا حسب ما أسمعك الميليشيات وإلى آخر هو كذا وكذا الميليشيات ما تقدمها ما قاعدت تقدم الميليشيات وعندما بطابع دين من كل الطرق نعم نحن لا أدري إذا كان الصوت الصوت مدى يصنب شكل واضح شيخ اسمح لي شيخ حزام هل الصوت ما أعرف أنا مدى أسمعه بشكل جيد نعم سراح أقول أقول لك الشيخ ما يقول العسيخ ميليشيات أو كله أسعزل ناس ما أسمعه طابع طابع يونيشاوي العسيخ وطابع دين وليس وليس نعم فقدنا الاتصال مع الشيخ حزام يعني عسى إن شاء الله نعود معه حتى نأمن الاتصال دكتور رافع الفلاحي هذه الظاهرة ظاهرة النزاعات المسلحة في ظل وجود أكثر من 30 مليون قطعة سلاح بيد الميليشيات والعشائر خلال يعني خارج سلطة الدولة طبعا معظم هذه النزاعات تصير في وسط وجنوب العراق المشكلة في العشائر نفسها في أفراد من هذه العشائر لو المشكلة أيضا في الدولة وأجهزتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية السبب رئيسي لمفاقمة هذا الوضع بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد يعني ليس سبة بل ربما امتيازا مجتمع العراقي إنه مجتمع بجذور قبلية وعشائرية وهذا شيء يميز المجتمع العراقي عن باقي المجتمعات ودائما ما كانت على الأقل نتحدث عن الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها عام 21 لغاية الآن على الأقل لغاية 2003 أنا نتحدث وبعد 2003 القضية صارت غير شكل كانت دائما العشيرة هي الخزان الأساسي لخيرات المجتمع خيرات أبدأها من الأخلاقية والقيمية والدينية والإنسانية دائما ما كانت العشيرة والقبيلة هي الخزان الأساسي اللي يمد المجتمع بكل هذه القيمة العالية وكان مضيف العشيرة وما زال في كثير من العشائر مضيف العشيرة هو هو مدرسة دينية وأخلاقية ووطنية فكانت دائما ترفض المجتمع بهذه القيم وتحافظ على تماسق المجتمع وكانت معينا في بناء هذا المجتمع اللي استطاع أن يواجه محن كثير هذا المجتمع العراقي طوال على الأقل 80 سنة من تأسيس الدولة العراقية وواجهها بهذا الشكل وكانت العشائر وهي تدفع إلى المجتمع إلى السلطة إلى العمل خيرة شبابها وخيرة ناس متسلحين بقيم دينية وأخلاقية وانضباط عالي جدا جدا ودائما ما كانت السلاح ليس المشكلة دائما ما كانت العشائر لديها سلاح وفي ثورة العشرين العشائر هي التي قامت بالثورة وكانت تحمل السلاح لكن السلاح عندما تكون هناك مدرسة وطنية مضيف العشيرة مدرسة وطنية والفكر والتوجهات وطنية وأخلاقية وفيها ضوابط معينة شكل وأن تنفلت عند البعض شكل آخر ما حصل بعد 2003 عندما الدولة تنهار عندما مؤسسات الدولة تنهار الفرد يبحث عن مظلة يحتمي بها في العراق يذهب إلى الحي الصغير الذي يعيش به إلى أهله إلى وبالتالي يذهب إلى عشيرة ليحتمي بها في ظل عدم وجود قانون في ظل عدم وجود دولة عدم وجود قوى أمنية تحميه عدم وجود قانون يحميه فهو يذهب يتكع على العشيرة وهكذا بالنسبة للعراقين كلهم اتكوا على هذا الموضوع العشائر في عموم العراق الحقيقة استطاعت أن تحتوي هذا الموضوع استطاعت أن تلبي حاجة المجتمع العراقي بشيء من يعني مما يعين المجتمع على الاستمرار في ظل فوضى كبيرة في ظل احتلال كبير في ظل كارثة كبيرة حلت بالعراق لكن مع مرور الأيام البعض وأنا أقول البعض من العشائر وليس كل العشائر ما زالت الغالبية العظمى من عشائر العراق هي عشائر أصيلة ملتزمة مضيفها مضيف أخلاقي ووطني وإنساني ويحافظ على العراق ويدفع بهذا الاتجاه لكن البعض منها تحول بسبب وجود نظام سياسي منفلة فوضوي فكرة الأساسي طائفي تحولت إلى مضائفها إلى مدارس طائفية مدارس تغذي النزاعات تغذي الاستيلاء أخذت كان دائما الدولة يعني تتمثل بالعشيرة لكن أن تتمثل العشيرة بالدولة هذا المصيبة بالنظام تحل مكانها وتأخذ دورها نعم التقاليد الموجودة بالحكومات هذه نقلت إلى بعض العشائر تقاليد السرقة والاعتداء على الآخرين ومحاولة التوسع محاولة فرض نفس على الآخرين انتقلت إلى بعض العشائر إلى بعض البيوتات مع الأسف الشديد ربما إذا عضي فك تعود لك دكتور اسمح لي يبلغني المخرج أنه أكو صوت يعني مشكلة بالصوت وياك الشيخ حزام رجعنا خلينا أيضا نستثمر وجوده لأنه هو أيضا الحقيقة وجوده معنا ليس طويلا شيخ حزام الدكتور رافع عشار إلى أن العشيرة كانت هي المعين لكل قيم المجتمع المجتمع في العرافي غالبا هو مجتمع يعني من جذور قبلية وعشائرية بعد 2003 هذه القيم هذا دور العشيرة الإيجابي لماذا أصيب بالتصدع أصبح بهذه الطريقة ذكرت الآن أنه حتى شيخ العشيرة ربما لا يسمع له كثيرا إذن أيضا فقدنا الاتصال مع الشيخ حزام من البصرة بفضل الدكتور بالتالي التقاليد انتقلت من هذه الحكومات إلى العشائر وبسبب سيطرت هذه الأحزاب الطائفية وميليشياتها وفكر جاهل وفكر منحرف بدأ يغذي هذه لإحداث فوضى لأنه هذه الأحزاب وهذه القوى التي جاءت العملية السياسية غاية أن تستمر الفوضى في العراق أن يستمر هذا التمزق الغاية من الاحتلال كل أن يتمزق العراق وهذه القوى التي ترعى مشروع الاحتلال أيضا ترعى مشروع التمزق لأنه هذا التمزق هذا في صالحها وهو يعني سك استمرارها على الحكم استمرارها في استغلال الناس وسرقة العراق فبالتالي غذت هذه النزاعات عند بعض العشائر وتقبلتها بعض البيوتات دكتور اسمح لي بالله دكتور الشيخ الشيخ حزام معنا فضل الشيخ حزام حياك الله أهلا أنا سألتك الشيخ اسمح لي سألتك قبل أن ينقطع الاتصال وياك عن أنه العشيرة كانت يعني معين لقيم المجتمع وأعرافه والمجتمع العراقي في غالبه هو مجتمع قبلي ويعني عشائري وتتمثل بقيم إيجابية لها العشيرة لماذا هذه القيم شوهت أو ضعفت أو تضائلت وذكرت أنه الشيخ العشيرة لم يعد له تلك الكلمة على يعني على العشيرته كما كان سابقا احنا عندنا مشكلة في الاتصال يبدو مع البصرة دكتور عبد الحميد رعا نشكرك دكتور هذه النزاعات العشائرية لها أسباب عديدة لكن الكل يجمع على أنه واحدة من أهم أسباب هذه النزاعات العشائرية وتفاقمها ووصولها إلى هذه الدرجة الخطيرة هو السلاح المنفلت وخاصة سلاح الميليشيات هذا السلاح المنفلت أو السائب وهذه الميليشيات المتناسلة والمتزايدة كيف فاقمت من هذه الظاهرة بعد 2003 بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم للأساتذة الضيوف ولجميع المشاهدين الكرام أهلا بشكرا حقيقة يعني في هذا الموضوع وهو موضوع حساس جدا لا ننسى أننا نتحدث عن مسألة ليست منفردة أو مستقلة عن موضوعات ما حل بالشعب العراقي عموما ما أشار ربما دكتور رافع قبل قليل ما حدث عقب الاحتلال من قضية تمزيق الشعب العراقي وهذا التمزيق الذي كان وسيلة بيد هذه الأحزاب ضمانا لاستمراريتها وغاية للمشروع المشروع الاحتلال وتوافق عليه هذا القضية قضية التمزيق والتناحر وغيره انتقلت فيه العدوى إلى العديد من شرائح المجتمع العراقي يعني القضية هنا لا تتعلق فقط بالعشائر ولا فقط تتعلق بالميليشيات نحن نتحدث عن انقسام في الشارع العراقي حدث انقسام في الشارع العراقي في الموقف من الاحتلال في كيفية التعامل مع الاحتلال وفي التماهي مع هذا المشروع أو مع مقاومته لذلك نحن رأينا كل الشرائح المجتمع العراقي الأحزاب ما يسمى برجال الدين كذا مصطلح هذا اللي هما علماء الدين ومنهم شيوخ العشائر عامة الشعاب الأساتذة غيرهم وغيرهم كلهم كان لهم هذا الانقسام هنا نتحدث تحديدا عن هذا الموضوع موضوع العشائر وانقسامهم وتأثرهم وتماهي البعض مع هذا المشروع الاحتلال هنا أصبح عندنا تداخل بين بعض العشائر وبعض هذه الواجهات اللي هي محسوبة على هذا النظام النظام العشائر الذي تميز به العراق كما ذكر الدكتور رافع قبل قليل هؤلاء القلة الذين تماهوا أصبح تداخل بينهم وبين الميليشيات والأحزاب السياسية ولذلك أصبح هناك تخادم فيما بينهم لتنفيذ هذه الأهداف الآنية لهم جميعا وهو واستمراريتهم فأصبح هناك تخادم فيما بينهم تخادم مشترك لتحقيق هذه المصالح الذاتية على حساب مصلحة البلد فكما قبل قليل قلت هناك قسم كبير من الشعب العراقي كانت له مواقف مشرفة في مواقف مقاومة الاحتلال ومقاومة ومناهضة مشاريعه السياسية وغيرها كان هناك من سقط في خندق هذا مشروع الاحتلال وهنا تحديدا قضية الميليشيات اصبحت الميليشيات تحتمي احيانا كثير منها تحتمي كما بعض الميليشيات احتمت بغطاء سياسي عناوين سياسية وبعضها احتمت كذلك بعناوين عشائرية من جانب اخر ايضا هؤلاء العناوين العشائرية ايضا حتى تجعل مصالحها الخاصة تمضي استعانت بهذه الميليشيات كنوع من الحماية العسكرية كما استعانت الأحزاب السياسية بالميليشيات فاصبح هذا التخادم واصبح الضرر على من على المجتمع العراقي عموما وعلى البلاد جملة وتفصيلا لذلك هذه القضية قضية انفلات السلاح وقضية كونه بيد الميليشيات او بيد العشائرية وغيرها هي ليست القضية وجود سلاح عند العشائر كما اشار الدكتور قبل واندما استخدام هذا العشائر عفوا هذا السلاح طريقة استخدامه وان يكونه بديلا لفرض القانون وحيبة الدولة وغيرها اشكرك على ذكر الدكتور قضية البديل عن الدولة وعن القانون يعني ما هي الخطورة ان تتحول العشيرة لبديل عن الدولة وانت اشرت الى هذه النقطة قبل قليل وتصبح اعراف العشيرة على الرغم من ايجابيتها ودورها في المجتمع تصبح هي القوانين بدل من قوانين الدولة وان العشائر تلجأ الى فضي نزاعات المجتمع وفق اعرافها او وفق قوانينها واحيانا الان تلجأ والمواجهات التي تدور بين العشائر خاصة في وسط وجنوب العراق تجري الحقيقة باسلحة ثقيلة من هاوانات من بي كي سي من يعني اسلحة ثقيلة لا تتوافر الا عند الجيوش النظامية خطورة ان تحل العشيرة محل الدولة على المجتمع وعلى الدولة وعلى العشيرة نفسها هذا اشتر ما جزي عيدنا الهديف عن الهوية الواحدة يعني هناك هوية في كل دولة وهذا ما نبحث عنه في العراق ونقول دائما ان الهوية الوطنية الواحدة مفقودة في العراق نحن نتحدث عن رايات صغيرة هويات فرعية نعم المجتمع متكون من البيت الاساس البيت والبيت ومجموع البيوت في الحي تشكل معرف وبالتالي تذهب الى العشيرة والقبيلة كل هذه مكونات ورايات لكن هذه الرايات لا اقول تنتهي لكنها تبقى اصغر بكثير من الراية الاساسية اللي هي الراية الوطن وهوية الجامعة لكل الوطن اللي تجمع كل العراقيين فبالتالي عندما تتحول الهوية الفرعية الى هوية بديلة عن الهوية الاصلية الهوية الجامعة هنا تكون المشكلة الكبيرة هذا هذا واقع الحال الذي حدث لذلك لا يمكن في ان تعمم قانون العشيرة على الدولة كاملة الدولة وظيفتها ان تضبط كل هذه الرايات الصغيرة والهويات الصغيرة ان تجمعها في بودقة واحدة لصناعة هوية عراقية كبيرة تجمع الكل وضمن قوانين تنطبق على الكل والكل يحترمها القضية ليست قضية سلاح امتلاك العشاء للسلاح هذه قضية مقدورة العراقي والقبائل العراقية والعشائر العراقية كانت من البداية تحمل السلاح لكنها لم تكن تستعمله بهذه الطريق الحقيقة البعض منهم الآن يعني هو لا يمكن اطلاق البعض من من البعض من العشائر نعم لا يمكن اطلاق حتى في البعض هذه من العشائر لا يمكن اطلاق احكام عامة يعني احكام ثابتة على الجميع الحكم الثابت على الجميع لا يمكن يعني لا يمكن ان اقول العشيرة الفلانية كلها تستخدم السلاح خارج القانون خارج الكذا كل هذا ابدا انت في قضية وطنية عندما تكون القضية كبيرة في القضاء الصغيرة قد يختلفون لكنه يتفقون على رأي معين وخلص حتى ان لم يكن يرضون عليه حتى لم تكن الغالبية ترضى عنها البعض لا يرضى عليه لكن يتفقون عليه في قضية صغيرة لكن في قضية وطن مثل العراق بلد كامل هناك تعدي هناك ضرب للوطنية هناك ضرب للهوية الجامعة هناك تخريب هناك تدمير هناك ايضا افكار كثيرة عند القبائل والعشائر وهناك ناس يخرجون عن هذا الجماع يخرج عن جماع عشيرته لا يقبل به فبالتالي انت لا تستطيع ان تطلق حكما يعني هكذا على الجميع مستحيل فنتحدث عن البعض بعض يعني بعض البؤر اللي موجودة داخل داخل هذه العشائر من تتصرب بهذا الطريقة وهذه لسيطرة احزاب طائفية وفكر طائفي وميليشيات على هذه واما ان تكون حتى الشيوخ القدماء قد ذهبوا وحل محلهم من يتماشى مع هذه ويرجح مكاسبه ويرجح يعني مكاسبه الشخصية ومكاسب عائلته على فكر الوطني والهوية الجامعة بل ربما حتى على عشيرته نعم حتى على عشيرته لأن كثير منهم ربما لا يقبلون لكن هكذا المجتمع تخندق وهذا التخندق ضمن العشيرة ضمن القبيلة بقدر ما هو مطلوب بقدر ما هو مرفوض لأنه انت في الآن انت في مجتمع حديث مجتمع يحاول أن يضبط الكل مجتمع يحاول أن يصنع هوية جامعة للجميع عندما تقاوم القبيلة والعشيرة الهوية جامعة تصبح خارج عن السرب لا يمكن التعامل معها بهذه الطريقة يجب ضبطها المجتمع العراقي كان دائما كل العشائر كان تتناغم مع الهوية الواحدة وكانت تمد الهوية الواحدة الهوية جامعة بأسباب قوة الهوية الآن البعض من هذه العشائر تمد هذه الهوية تكسر هذه الهوية وتنفيها وتحاول أن ترفع راية أعلى من راية الهوية الواحدة وهنا هذه المشكلة هذه الإشكالية التي لدينا وهذه تعود إلى النظام نظام السياسي رؤية النظام السياسي رؤية هذه احسابة وقوة سيدة الدكتور عن قضية هل هناك استثمار أو توظيف سياسي لهذه النزاعات وإدامتها واستمراريتها لكن اسمحونا أيضا نستأذن المشاهد الكرام طبعا نحن كان المفروض يكون معنا الشيخ حزام الجوراني من البصرة لكن أيضا سؤال الاتصالات الحقيقة حال بيننا وبين في إكمال مشاركته معنا ما زلنا نحاول أن يكون معنا عبر ضبط الاتصال معنا نتوقف عند هذا الفاصل ونشاهد أيضا آراء بعض شيوخ العشائر بظاهرة المواجهات العشائرية المسلحة وأسبابها ودوافعها ولماذا تفاقمت بعد 2003 نشاهد عدد من الشيوخ العشائر ضعف القانون يعني لو تبقون قانون الأربعة إرهاب ضمن الدقة العشائرية ضمن � waited فما أعتقد عنه في بداية الأمر من نعتبره وقانون الدقة العشائرية قانون الأربعة إرهاب قلت الدقات العشائرية هسه نشطت بكثرة لأن نعتبر هذا ضعف بالدولة بالدولة وضعف بالقانون وبالقضاء نفسه نعتبر ضعف بالقضاء نفسه لأن من يجي ما جاي حاسب ضمن المادة إذا سحبنا السلاح من العشار راح تخف النزاعات العشارية يعني سقبل بالثمانينات حتى بل كان هناك مشاكل لكن يصير بالتوثية يصير بالمقوار يصير كذا حاليا بكيسي وقاذفة حتى هاون موجود فإذا سحبنا السلاح من العشار راح تخف القضية وسلطة الدولة المفرد هي حيبة الدولة وتكون أقوى من العشار حاليا العشارة أقوى من الدولة للأسف ليش؟ لأنه يعني نقدر نقول أحزاب أيضا عدنا موجودة فكل إنسان يهدد بعشيرته وهدد بالحزب اللي من تمعي له أو بشيخ العشيرة الموجودة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحثوا في النزاعات العشائرية المسلحة وتفاقمها ودور السلاح المنفلد في مفاقمة هذه الظاهرة رضيه في الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني وكان المفروض يكون معنا أيضا الشيخ أحزام الناصر شيخ قبيلة الجوراني في العراق دكتور عبد الحميد العاني مما يعقد مسألة السيطرة أو احتواء النزاعات العشائرية هو هذا السلاح ما يسمى بالسلاح المنفلت أو السائب هناك من يتحدث أن هذا السلاح ليس منفلتا ولا سائبا هذا السلاح الذي تجري به هذه النزاعات قاذفات هاوانات راجمات وما إلى ذلك هو هذا السلاح مرخص هذا السلاح تابع للدولة تابع للميليشيات ميليشيا الحشد أفراد الأفراد المنتمون لميليشيا الحشد هم من من عشائر وقبال يتقاتلون به وبالتالي حتى هذه إشكالية كبيرة تخلق في ملاحقة هذا السلاح أو ضبطه هذا سلاح مرخص وليس سلاحا منفلتا لا هو ما دام بهذا الشكل هو أصبح منفلتا ما دام أنه لا تستطيع أن تضبط أين مرخص يعني مسجل بالدولة لكنه كيف يستخدم نعم هذا معنات المنفلت فهو سلاح منفلت لأنه غير منضبط استخدام منضبط الاستخدام هذا أمر الأمر الآخر معروف أنه عند الجميع أنه السلاح الموجود في الشارع العراقي سواء كان عنده ميليشيات أو عنده العشائر أو عنده الأحزاب هذا كثير منه بل غالبيته غير مرخص يعني غير مسجل والمسجل منه يستخدم في استخدامات خارج إطار النظام وخارج نطاق الدولة وإنما يستخدم ليس لفرض القانون ليس لفرض هيبة الدولة ليس لتحقيق العدالة هذا هو واجب السلاح هذا هو دور السلاح حماية البلد من العدو الخارجي وتحقيق الأمن الداخلي أما ما يقوله دكتور يقولك أنه هذا السلاح الموجود عند الميليشيات هناك مشكلة يسمها النزاعات العشائرية لكن هناك مشكلة أو تهديد أكبر أنه الإرهاب موجود وهذا السلاح هو الذي تصدى للإرهاب وأوقف الإرهاب وبالتالي المرحلة لا تسمح بسعب هذا السلاح لأنه هناك تهديد إرهابي وجودي نعم هذه أيضا قضية الإرهاب التي دائما نراها شماعة تستخدم في كل موقف من المواقف لتبرير مثل هذه الأعمال أو غيرها لكن الواقع الذي يراه الشعب والعراقي جميعا والمنصفون من المراقبين جميعا يدركون أن هذا الإنفلات هو بسبب أمور أخرى بفضل سمحنا الشيخ حزام رجع وريد استثمر وجوده قبل أن يغادرنا نعم الشيخ حزام مرحبا بك مرة ثانية يا هذا يا مرحب حياك الله يبدو حضنا مو ذاك الحض ماذا يخلينا الاتصال نتواصل وياك بشكل أوضح أسألك كنت أسألك قبل مشكلة الاتصالات أين قيم العشيرة في توجيه أفرادها في ضبط المجتمع اللي هو في غالبيته منتمي إلى عشائر لماذا هذه القيم هذه الأعراف الضوابط الآن ضعفت يعني وهنت حقيقة أهلا وشهلا بك وبي ويوفق العزا هلبي أحلى العشيرة سابقا أخذت ساعة في زورة العيسين وفي زورة خمسة وشهرة جدا سابقة وكانت حكينا لها موقف جيد و حفورة اتخذت عندها مواقف مختلفة أما اليوم الطادع الديني يأخذ وليس على الحشيرة أما الحشيرة هذه مكانت ليس تجدها أطل في بعض الأحيال جميع تشترى وهذا من بعض الأفراء الحشيرة وليس مشليف وليس الحمول المحروف أفضح لهم أما هذه الناس تغرب الطادفات الطواريخ وإلى آخر على أسباب تاثهة وأسباب تغطية لهم معلديها أرضاني أما العسائل ذات تراهي وبمكانها الأطح وبمكانها من تنفس إلى النخوة والعربية الأصيلة وإن شاء الله ما نحن هذا الصريق الأهرائيا أنا وجميع من هو في موقع الزعادة إخوان الأحزائر وإنكم معرف لها نعم الحكومة أعلنت أسمح للشيخ أحزام الحكومة أعلنت وزارة الداخلية أنها ستقوم بحملة لمصادرة سلاح العشائر هذا السلاح الذي تجري به المواجهات المسلحة ويسقط فيها طبعا أبرياء وهناك جرحة وهناك رعب وخوف داخل المجتمع سواء في الريف والمدينة هل تعتقد أن الحكومة قادرة فعلا رايدة فعلا أن تضبط هذا السلاح لها القوة لمصادرة هذا السلاح وإنهاء هذه المشكلة مشكلة النزاعات العشائرية والله الحكومة إذا أرادت بن حشاني سأل إذا أراد تستوي شوصر هذا البلد يمكن للناس أقل حشان سحبتها هي يعني إذا أراد تستوي شوصر من بلد وموتوجه الشيخ أنا طبعا أولا نعتذر من عندك الصوت الحقيقة لم يكن واضحا أشكرك وأشكر وجودك معنا على هذه الدقائق القليلة التي كنت بها معنا شكرا لشيخ أحزام الناصر شيخ عموم قبيلة الجورانيين في العراق كان معنا من مدينة البصرة الحقيقة بسبب الاتصالات لم نستفد شيء كثيرا إن شاء الله بلكتعجايات يكون الأمور أحسن إن شاء الله أشكرك شكرا شيخ بارك الله بك دكتور هناك من يتحدث أن هذه الظاهرة وإن كانت صعبة في الاحتواء والسيطرة لكن ليست مستحيلة هناك عملية توظيف سياسي واستثمار كما يجري هذا التوظيف في ملفات أخرى في ملفات النازحين في ملفات كل ملفات الخدمات وما ذلك والأمن هل فعلا هناك توظيف سياسي ما الفائدة من هذا التوظيف من هم المستفيدون من هم الموظفون لهذه الظاهرة هذه الظاهرة تهدد تهدد الدولة والمجتمع كيف تستثمر كيف توظف أستاذ ماجد الأصل في كل هذا هو يتعلق بسؤال هل نحن في العراق لدينا دولة أم لا دولة عندما تكون هناك دولة فمن واجب الدولة من وظيفة الدولة تحدد لكل الأفراد لكل الكيانات في المجتمع واجبها حقوقها وواجباتها هذه الواجباتك في المجتمع ما هي وحقوقها ما هي والكل يعرفها والضابط لكل هذا قانون عندما تأسست هذا يعودنا مرة أخرى حتى إذا من راجع التاريخ الإسلامي تاريخ قيام الدولة الإسلامية يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الدولة الإسلامية اعتمدت من البداية على القضاء والقوانين واعتمدت قاضي القضاء والقاضي وبالتالي المجتمع كان بدوي ومجتمع قبائل وعشائر لكن استطاعت أن تضبطها واستطاعت أن تحول نزاعاتها وخلافاتها إلى القضاء إلى قانون يحكم الجميع ويعاقب الجميع فيما لو أساءه ويمنح للكل حقوقها وهكذا الدولة تطورت إلى أن وصلت إلى الدولة الحديثة في الدولة الحديثة عندما تكون مظلة الدولة موجودة هناك قوانين تحدد لي واجباتي وحقوقي مثل ما تحدد للعشيرة واجباتها وحقوقها العشيرة جزء من المجتمع العراقي فيجب أن تحدد لماذا يعني العشائر سابقا لا تتصرف البعض من هذه العشائر وأعود مرة أخرى لماذا لا تتصرف مثل ما تتصرف الآن هناك انفلات هناك عدم احترام للقانون هناك لا دولة غياب الدولة أدى إلى هذا الانفلات عندما تعود الدولة بالشكل اللي الدولة الوطنية التي ترعى مصالح الجميع وتحدد لكل فرد بالمجتمع حقوقها وواجباتها ستحدد للعشيرة إطارها مطلوب العشيرة مطلوب القبيلة في المجتمع العراقي وهي أساس المجتمع العراقي وكنا نحترمها ونريدها أن تبقى لكن لا نريدها أن تبقى كراية أعلى من راية الدولة راية هويتها أعلى من الهوية الجامعة في لقطة التوظيف دكتور التوظيف السياسي من يوظف هذه من يستثمر من يريد استمرار هذه النزاعات والمواجهات ذلك أنت حدثت في البداية قلت هناك من يستفيد من هذه الفوضى الفوضى هي أساس بقاء كل هذه القوى بالعملية السياسية هذه الفوضى الموجودة أدنى على المستوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي هي من ضمن العشائر هذه الفوضى مطلوبة بقاء هذه الفوضى وتعظم هذه الفوضى فيه بقاء لهؤلاء ليحكموا عندما تتنظم الأشياء المواطن والعشيرة أساس المواطن ستنتبه إلى الدولة الحكومة النظام ليس عاجزا أو ضعيفا لمواجهة هذه الظاهرة أم هو يريد أن تستمر كما يريد أن تستمر ضواهر شادة أخرى في المجتمع عندما تكون هناك دولة هي التي تحددها نحن نتحدث في ظل غياب الدولة نحن في زمن لا دولة هذه الحكومات لا تمثل دولة هذه الحكومات هذه الأحزاب التي تستفيد من الفوضى هي من أساسة الحكومات فبالتالي هي توظف في هذه الفوضى تسعى لأن تخاف حتى من العشيرة تخاف حتى من الميليشيات فبالتالي لا تستطيع أن تتحرك هي جزء منها حتى أن لم تخاف فهي جزء من استثمارها في هذا الموضوع هذه الفوضى هي جزء من حياته جزء من مشروع ترعاه هذه الحقيقة عندما تأتي دولة وطنية وحكومات تنبثق عنها حكومات وطنية هي التي ستحدد لن تستطيع لا أستطيع أنا كفرد ولا أنت ولا الدكتور عبد الحميد أن تصرف كما يحلو لنا والعشيرة تصرف كما يقلعها الدكتور عبد الحميد العاني الحكومة أعلنت على لسان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة والداخلية أعلنت أن هناك حملة كبيرة لضبط السلاح والسيطرة عليه وإنهاء هذه الظاهرة الشادة وغيرها من الظواهر الشادة المرتهنة أو المستندة إلى استخدام السلاح خطف مسلح وما إلى ذلك هل الآن الدولة تملك أدوات القوة الرادعة القانونية أو العسكرية والأمنية للجم هذه الظاهرة فعلا نعم قبل ذلك أنا أريد أن أعقب على ما ذكره الشيخ حزام قبل قليل وإن كان الصوت غير واضح ولكن الفكرة واضح نعم هو قال قضية مهمة جدا وهي وهي أنه الأصل في العشائر أنها هي التي تمتلك القيم ولا تزال تحافظ على تلك القيم أما الذي ظهر من أمور فهؤلاء بعض من انتسأ أو بعض العشائر التي هي الدخيلة لذلك هو يريد أن يقول أن هذه الظواهر التي ربما تظهر في الإعلام أو في غيرها ونتحدث عنها ربما عن بعضها في هذه الحلقة هم من يقوم بها بهذه العناصر الدخيلة مثل ما كان هناك عناصر الدخيلة في كل الشرائح الأخرى ولذا هذه الشرائح القليلة والدخيلة التي هي طغت ربما واجبنا جميعا طبعا واجب شيخ العشائر وواجب البقية ومنه نحن في حديثنا هذا أنه نميز هؤلاء حتى تعود لصورة العشيرة تلك الصورة البهية الناصعة التي تعود لها أو ما تعاهدنا وعرفنا من قيمها ومحافظاتها على قيمها الأصيلة مما ذكره أيضا قبل قليل الدكتور رافع وغيره ما يتعلق أيضا أو هذا يرتبط بهذا ما يتعلق بالحملة كل ما تعلنه الحكومة الحالية وحكومات السابقة من إعلانات هو مجرد إعلانات للاستهلاك الإعلامي أولا ثانيا تنفيذ مثل هذه الحملات على أرض الواقع لا يرتبط بتطبيق العدالة ولا بفرض القانون ولا بإشاعة الأمن للبلد إنما إن تحقق بعض هذه الحملات فهو أيضا ستكون هناك انتقائية هذه الانتقائية بناء على المنظومة التي تسير فيها هذه الأحزاب ممكن توضعها هو انتقائية بالدرجة الأولى انتقائية سياسية اللي هي الأحزاب الانتقائية الطائفية الانتقائية الميليشياوية وهي لها دور كبير جدا فهؤلاء هذه الأحزاب هي ستقوم بمثل هذه تحت ظل ما يسمى بالحملات هي لتصفية حسابات داخل منظومة هذه الأحزاب فيما بينها البين وربما لتحقيق مصالحها وكثير من هذه المصالح هي مرتبطة اقتصادية دكتور أيضا كان هناك رئيس الحكومة في بداية تسنمة هناك عملية مداهمة لميليشيا ثار الله بالبصرة اعتقال لعدد من أفراد من عناصر ميليشيا العصائب يعني كان هناك تحرك ما على الأرض وإن كان محدود أو قصير أمد لكن هناك تحرك أولا تحرك مثل ما قلت أنت محدود نعم وثانيا غالبيته هو تحرك إعلامي فقط لصناعة نوع من الهالة الإعلامية والإدعاء طبعا في منظومة إعلامية كبيرة يراد منها تقديم على أنه نالك نوع من الاستقرار أو تحقيق الاستقرار للبلد وإلى غير ذلك من أمور الذي جرى على أرض الواقع ماذا تم في هذا الملف وفي غيره من الملفات ماذا تحقق للمواطن العراقي لم يتحقق شيء والدليل على أن هذه الانتقائية رأينا كيف أنه هؤلاء السياسيون يقومون بجانب آخر بدعم بعض الرموز أو العناوين العشائرية التي هي معروف أنها مرتبطة ارتباط واضح وصريح بالميليشيات والتي تقوم باعتداءات على المواطنين وانتهاكات صريحة انتهاكات مخالفة للقانون فحينما تجد أن هذا السياسي الذي يعلن في جانب أنه يقوم بحملة ويتحرك نوعا ما إعلاميا بشياء يعني لمحاربة هذه وجانب آخر يدعم جانب آخر تعرف أن هذه هي انتقائية دكتور على ذكر الجانب الإعلامي وهذه نقطة ما قبل الأخيرة حتى نختم يا دكتور رافع الفلاحي يعني السلطة تقول أنه هناك عملية تضخيم قوى السلطة وقوى الميليشيات هناك عملية تضخيم إعلامي وتضليل للنزاعات العشائرية النزاعات موجودة لكن ليست بهذه الخطورة أو بهذه الضخامة وهناك من يروج لهذه القضية أو يضخم أو يسلط الضوء عليها يريد أن يضرب سمعة الدولة سمعة القانون سمعة حتى العشار العملية عملية تسليط الضوء ومنها ربما هذه الحلقة هي للإساءة لتاريخ وسمعة العشار وسمعة الدولة أيضا طبعا الحقيقة ما يظهر على الإعلام على الإعلام أفوا هو أقل مما يحدث في الواقع رغم أنه كبير جدا لكن على أرض الواقع هو ما يتم أكثر بكثير مما يعلن عنه في الإعلام لكن أيضا نقول هذا ليس معناه أنه لا يراد منه الانتقاص من العشائر نعم هناك الكثير من الجهات تقوم بهذه الأعمال لمصالح خاصة يعني أنا أقصد يعني الأعمال الإساءة للعشائر وبقصد التشويه هذه العناوين العشائرية لا تزال مثل ما ذكر أيضا قبل قليل الشيخ حزان بمداقلته القصيرة لا تزال هناك عنوين عشائرية منذ بلاد الاحتلال إلى الآن وكان لها مواقف مشرفة جدا في مواجهة الاحتلال الأمريكي ولا تزال إلى اليوم عناصر عشائرية كبيرة تحافظ على قيمها في نصرة المظلوم والمحافظة على أمن البلاد وعدم السماح للاعتداء وعدم مناصرة الظالم وغير ذلك لا تزال هذه العناوين لذلك واجب الجميع هو إظهار هذه القيم العشائرية الجيدة وأيضا في نفس الوقت لما نشخص هذه الأخطاء هو من باب تمييزها و يعني نقول أنه تصحيح الصورة التي تشوهت للأسف على لسان هؤلاء على أيدي هؤلاء الميليشياويين سواء كانوا عنوين ميليشياوية صريحة أو ميليشياوية عشانية الدكتور هناك من يقول أن السلاح المنفلت أو المواجهات حالة شادة وخطرة فعلا على المجتمع وعلى الأمن لكن توجه الآن هذه الدولة على بضعفها وهنها في مواجهة الميليشيات التي هي صاحبة الأسلحة الأكثر هي الآن القوة المسيطرة على العراق لنزع أسلحتها للجمها وبالتالي لجم أو الحد من هذه النزاعات العشائرية هذا قد يفضي إلى مواجهة أهلية لا تعرف نتائجها لا تحمد عقباها المواجهة مع الميليشيات الآن قد تضع البلد والمجتمع والعشائر والمدينة على كف عفريت الحقيقة أستاذ ماجد أنت دائما تبحث عن قانون كنا نتحدث بهذا الشكل قانون وقرارات غايتها وتأثيراتها أنت تريد أن تكون تأثيراتها إيجابية لتطوير حالة معينة القضاء على حالة شاذة هكذا القوانين تصدر لكن عندما تصدر قوانين وتطبق تطبيقات هذه القوانين خاطئة فتأثيراتها سلبية ومدمرة للمجتمع ولنأخذ مثالا أربع أرهاب ماذا كانوا يريدون منه الهدف منه هدف طائفي لذلك تطبيقاتها كانت طائفية وهي يعني تطبيقات مدمرة تأثيراتها على المجتمع كانت مدمرة وما زالت مدمرة للمجتمع أنت الآن تريد أن تحارب الميليشيات هناك إعلان وتحارب السلاح المنفلد تقضي على السلاح المنفلد عن أي ميليشيات تتحدث الميليشيات واضحة يعني هل تستطيع الدولة أن تواجه ميليشيات العصائب قيس قلاز علي هل تستطيع أن تواجه ميليشيات بدر جماعة مقتدى الصدر هذه القبعات الزرق وهذه التي تعبث بالأمن وتعبث وتقف سيطرات وتقطع دكتور هذه هيكل عسكرية أمنية ضمن إطار الدولة تتبع القائد العام القوات المسلح إذن هناك خلل في هذه ما تسمى منظومة منظومة الأمنية وقوات المسلحة خلل يجب عليهم أن يسارعوا لتغيير كاملة متصعيحة تغيير لأن هذا خلل كبير جدا جدا إذا كانت هذه القوات تابعة للقائد العام القوات المسلحة يعتقل 14 أحد من عدهم ويخرجوهم في نفس اللحظة ويدوسون بأقدامهم بشزماتهم على رئيس الوزراء القائد العام قوات المسلحة ويهتفون ضده ويتحدونه في داره هذه قضية وتهجم الميليشيات على قوات حكومية مثل قوات مكافحة للرهاب وتعتقلهم في المنطقة الخضرة إذن نحن أمام منفلات كامل لا وجودة لميليشيات تحت أمرة القائد العام وهذه كذبة كبيرة فبالتالي أنت ستحارب سلاح العشائر ستذهب في التطبيقات التي تحدث عنها الدكتور في التمييز أن تستختار الحلقات الأضعف ما يفيد السياسيين فبالتالي أنت تسألني تقول للميليشيات هل سيستطيعون أن يقفوا ضد ميليشيات قيس الخزعلي وضد ميليشيات كتائب حزب الله هذه التي تسهيئ للمجتمع واضح والمجتمع كله واختيار الحلقات الأضعف في سيمترو هذه مصلحة تفيد الميليشيات وبشكل إعلامي فقط إضافة إلى هذا هو ليس حقيقي يعني ثار الله تحدثت عنهم في البصرة أغلق المقر اليوم وفي نفس الوقت فتح على المقر وعادوا وعندما زار رئيس الوزراء البصرة كانوا يقفون إلى جانبه هذه هي الحقيقة فبالتالي أنت مجرد ظاهرة صوتية مجرد ظاهرة إعلامية ليس أكثر والمجتمع هذه الظاهرة تتفاقب فبالتالي المنفلتين هؤلاء الذي يتحدث عنهم الشيخ أيضا تحدث عنهم الدكتور عبد الحميد أسف في الحديث عنهم هؤلاء المنفلتين عندما يجدون أنه لا قوانين تنال منهم وتحاسبهم ولا وجود لضوابط سيزدادون سيزدادون تغولا على المجتمع وسيتتسع قاعدتهم وتتعمق هذا هو الميليشيات لو كانت الدولة واجهتهم من أول لحظة لما وصلوا إلى هذا الحد لما وصلوا إلى أن يحكمون الدولة العراقية بهذه الطريقة ويلغون الدولة أساسا لا وجودة للدولة الآن حكم الميليشيات هذا الأساس في كل القضية أنت لديك عشائر لديها سلاح وهذه العشائر وبالتالي هذه الظاهرة ربما تتفاقم في المرحلة القادمة وليس تتوقف أو تلجم أبداً لن تتوقف ولن تلجم ستتفاقم تتفاقم بالنماذج السيئة هذه اللي موجودة مو العشيرة العشيرة دائماً كانت ذخير وخزان للقيم والأخلاق هذه حقيقة باقية لكن هذه المسيئين من يستطيعوا يقول لك أنا رئيس عشيرة الآن لا أستطيع أن أفعل شيء لا أحد يسمع كلامي ليس هناك قوانين تضبط وبالتالي ضاع قانون العشيرة وضاعت الدولة والدولة غير موجودة وليس لديها قوانين وهذا هو الوضع الموجود شكراً لدكتور رافع الفلاحي الكاتب البحث السياسي وشكراً لدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين وأيضاً نشكر الشيخ إحزام الناصر شيخ عموم قبيلة الجورانيين كان معنا عبر الهاتف الحقيقة الاتصال السي حال بيننا وبين إكمال الشيخ لمشاركته معنا إن شاء الله على الأيام القادمة تكون المشاركة تكون أوضح وأكثر جودة شكراً لمشاهدين الكرام على المشاهدة في هذه الحلقة التي بحثت في تفاقم النزاعات العشائرية في العراق ودور السلاح المنفلت وسلاح الميليشيات في مفاقمة هذه الظاهرة الخطرة على المجتمع وعلى الدولة حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة